طلبوا الكمال على النفوس يحتاج إلى اقتحام ومن هذا الباب قالوا كراهة الرجل لمرأته الله تعالى قال وعاشرهن بالمعروف فإن كريتموهن فعاسا انتكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا قد يكره الواحد زوجه ومرأته في بداية الزواج أو في وسط الحياة الزوجية الله تعالى قال فإن كريتموهن فعاسا انتكره شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهم فإن في ذلك خيرا كثيرا ما هو هذا الخير الكثير من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة الصبر على لا بد للزوج أن يصبر على زوجته ولا بد للزوجة أن يصبر على زوجها ومنها أنه اليوم تكرهها وغدا سيرزقكم الله سبحانه وتعالى محبة بينكما وولدك قال سعالى وجعل بينكم مودة ورحمة فإذن هذه الكراهة قد تزول وتخلفها المحبة وقد سكون الكراهة بسبب مثلا بسبب عدم الإنجاب وبعد سنوات يرزقكم الله سبحانه وتعالى بالبانين والبنات فترسفع هذه الكراهة فترسفع هذه الكراهة ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وعاشر النبي المعروف فإن كان يسموهن فأسى أنسكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لكن إذا استحال الجمع بين هذا الراجل وبين هذه المرأة أو استحال العيش بينهما فلا يكلف الله نفسا إلا ما آسها ومن هذا الباب يروى عن والد الإمام مالك بن آنس الوالد يا الإمام مالك رحمه الله تزوج مرأة فضخل عليها فوجدها سوداء وجد البشرة ديالها سوداء فبقي يفكر ولم يقربها فقالت له حينما رأت رأته يتردد ورأته يفكير ورأته يبتعيل ويتجنب قربها قالت له هذه الصخرت ربك قال نعم فقالت أتتهم ربك عز وجل فآنئذ رجع إلى رشده ودخل بها فحاملت ووضعت الإمام مالك بن آنس صاحب المذهب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبغضها إن كره منها خلقا أرضي منها خلقا آخر ولذلك قال سبحانه وتعالى وعسى أن سكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن سحبوا شيئا وهو شر لكم ترجمة نانسي قنقر